السلام عليكم شباب اه انه هو ده الكلم على او شابتر اتنين بتاع الكمباشن اثيون طبعا اه هيبقى تاكروبها كده تشوفوا اللي اللي انه يبقى كويس معاكو اللي هي مشكلة معاكو عشان برض فضل رمضان وكده اللي احنا هنسجل فيها قدر ما ينزل في الصيام وكده. وكمان اصلا ان الجزء الاول ان الجزء الشيط دوت هيبقى مسألتين بس هناخد بس الدكتور مقسمه بارت وان بارت تو فبارت اولية ومعبارة ما اسألتين بس فمش بس سهل ان احنا هنننزل فيهم اللونين بالسكشن بس برضو اللي عند زي مشكلة وعايز برضو اللي هننزل فيش اي مشكلة برضو عادي. نبدأ نتكلم الوقت هفوت يتفضلوكو في المعنى كشابتر اتنين انه هو بتكلم عن الكمباشن فيهم ده يتقسم اكتر من الجزء. الجزء الاول يتكلم عن عملية الاحتراق. والارتوفير الراتيش والارتوفير الراتيش والارتوفير الراتيش واللين ميكتشير والكاملات. وهنا نحسب الانثالبي وزي نحسب الانتروبي وزي نحسب الانكسيرجي. ده كده هيبقى شابتر اتنين كامل. طب شابتر هيتكلم عنها ان شاء الله. هيكلم عن الكامل Brilliant. ده الاحتمال اللي احنا ناخد نبدأ نجاح مع اول جزء في الكمباشن الفيول اللي هو يتكلم عن عماية الاحتراء عموما وزاي عماية المعادة الاحتراء وزاي نوزينها وزاي نحسب البولار ماس والكام ده كله المنفلكشن والحاد دي هنبدأ ان شاء الله نتكلم اول حاجة بس نتكلم عن الفيول الفيول ده تنمجر المنت فيه اول المنسبة جدا هي الكاربون هادروجين ودول اهم عمصير يهموني اصلا يكون مصدر للهيت اصلا ومصدر الطاقة اللي بنتطلعه من الفيول علشان كده احنا بنفترض فرض او الاسيوم من جينرال في ميولا للفيول هو سي ان ده على جزءات الكاربون اتش ام و ام ده على جزءات الهايدروجين زي ما اكلمنا برضه في اول ساكش عن الفاير تريانجل اول بسلس الحريق اللي هو قام بكواهم من السرائل من السلائل والاوكسوجين والفيول هما ده هيبقى تضيله بالنسبة لك انت هيبقى معادلة بتاعت اللي شباعك طيب كن عن نصر دي موجودة في عملية اشتعار مثلا زي السيارات وكام بكله هنقول ان بصدر الاوكسوجين بيبقى الاير او الهواء اللي كده بيكون بيبقى بملاج او بامجاني اما الا بس هبناخد الهواء اللي بنعديه على فلادي رو خاص وعجاب نستخدم منه الاوكسوجين لجوه بس مش اكتر نستخدمش في عملية مقونات الاير اصلا نتاج طيب فيه اصلا تاني يبقى نكون فيه الاوكسوجين بيور اه فيه طبعا زعمات اللحام زعمات اللحام اللي احتلق اللحصة عشان يبدأ يعملات شعبة اللحام يستخدم فيها الاوكسوجين بشكل بيور وفيه وضع عملية القطع بتاعت المعادة وفيه وضع عملية القطع بتاعت المعادة القطع بتاعت المعادة ويبقى ورده بيستخدم اوكسوجين بشكل بيور طيب الثاني ضلع عندك في المسلس اللي هو هيبقى الفيول الفيول طبعا زي ما نكون عندنا اليازولين والديزل والخشب والفاحم والكلام ده كله واحنا نستخدم السيغب اللي هو جوانك في الميوره طبعا لأي حيا من الحياة دي وثالث عادلة عندك في المسلس هيبقى الهيت بالهيت هيبقى مصدر از ايه؟ زي ما قلت ان السباركي انجن هيبقى مصدر الهيت فيه غير اللي بيحصل اثناء عماية الضغط ارتفاع بسيط في طرقات حلط الهو او المكتشر موجود في السلندر بس نبقاش كافي ان يحصل الاشتعال لان هو مش هيوصل الاشتعال ازادي على العكس المحركات الديزل فبيقى فيه عندك السباركي باك او البرق الوجهة فهو ده بيقى مصدر الاشتعال لها يحصل طيب الكمبريشن انجن اصلاع عملية الكمبريشن استروك او شغط ضغط الهو بيزد اللي ارتفاع ضغط بيحصل كبير جدا في الهوة بينظل لي ارتفاع في درجات الحرارة طبعا لان كنترول فوليوم كنترول فوليوم بيكون في العلاقة الوضائية من البراشر والتمبراشر فبيقى اصلا كافي ان يحصل الاشتعال اللي اين هو بيوصله درجات اشتعالي ازادي كده ازادي طيب الكمبريشن اكشن اللي احنا لو كلمنا عن عملية اشتعال بالدم ازاي اصلا فان احنا بكامل الوقت هنعمل معاملة السلندر مثلا يعني او في بريتون سايكل احنا الوقت مثلا لو تعاملنا مع المحركات بتاع درجات المعربيات فهنعمل معامل السلندر بالنسبة لنا او بيحصل في عمليات الاشتعال طيب الرياكتان دي دي زي ايه اللي بتخش الكمبريشن شمبر بتاخل كبرودكت الرياكتان دي زي الفيول اير اللي بيخش او مكتش اللي يخش في الكمبريشن شمبر وبعد عملية الاشتعال بيحصل الخوارج والعوادم اللي هي دي البرودرط طيب احنا خلينا اهم حاجة ناخد درم منها و احنا بشغالين في المعادلات بتاعة الكمبريشن ان احنا بنشتغل بالفيديو متريك يعني بين مول يعني بنوز المعادلات بنوزلها بين المول مش بالماس يعني حتى لو في المسألة جابتك احنا بنرجع نحولها لمول بنقسم الماس طبع وبنقف كام مول ونبدأ نكتغل في المعادلة ونبدأ ان شاء الله ما هنشوف هنشوف الجزء التانى من الشيك طيب احنا الهاو عموان الهاو عموان بيكون من نادروجين نادروجين و CO2 وشواجة مكونات تانى في الهاوة طب احنا بنفترض ايه احنا باكبر نسبة مجده في الهاوة بتقال الأوكسوجين والناتروجين دي اكبر نسبة الهاوة بيكون منها في العنصر المرورية فعشان كده احنا لنا بنفترض ان هو بيكون شغل المعصر دول بس طيب لو احنا عامنا المولرانسس للإير بيطلع ازاي؟ لقينا ان واحد كيلو مول الاربعة بوينت سبعة ستة من الكيلو مول من الإير بيساوي او بيكون هو ايه؟ بيكون هو كيلو مول من الاكسوجين وثلاثة بوينت سبعة ستة كيلو مول من الناتروجين دي اللي بقوان بتاعتها لازم يكون حافظين الرقم من دل طبعا من كومباشر بروسلس طب اعمال اشتعال في منها زي ما دكتور كالب معاملها كان فيه اعمال تبقى كومبليت اعمال ان كومبليت طبعا اعرف ان ان كومبليت والان كومبليت لان بنبص على البرودكت بلاعرفه كومبليت والان كومبليت طب لو كومبليت بتلاقي في البرودكت بتطلعها CO2 H2O ولو كان فيك بريت في الفيول عندك هي بتطلعها CO2 طبعا اعرف انه زي معدد قداما دي كده اللي هو الـ C4H10 بلاس ستة بوينت خانسة ما دكتور كومبليت طبعا اعمال 4 كومبول من CO2 و 5 كومبول من H2O طبعا لو كان ان كومبليت اعمال ان كومبليت هلقي في البرودكت بره C اللي هو الكربون او الهايدروجين او CO او او اكسيد الكربول او اكسيد الهايدروجين زي معادلتين قدامنا دول 1 كومبول من C3H8 بلغس 2 كومبول من H2O طبعا اعمال 3 كومبول طبعا اظهر الكربون يبقى كده ان كومبليت طيب لو زي المعادل التانية فيه 3 كومبول من CO طيب ده برضو معانا انه ان كومبليت كومبليت طيب ملاحظتين كده ناخدهم في اعتبارنا عشان واحنا شغالين في النسائل بس تبقى الدنيا واضحة ان الهو طبعا احنا لما استخدمنا ان مصدر الاكسيدين هايبقى طبعا احنا لما استخدمنا الair كهو مصدر للكسيدين مسلها في السائل قصي العراقات وكده طبب موجود في الair الطبع بالنسبة النيتروجين دي بتروح فين او بتعمل ايه طبعا ايه طبعا ايه طبعا ايه ده بيقش بالتفاعل اصلا ده بكاينه عامل حفاز زي ما بيقش بالتفاعل زي ما بيخروح نعم هو بيقافيب درجة حالة بتاعته زادة طبعا انا بيعمل لوسوس مع انا بس هبنعلم نجليد عموما يعني فلو انت خدت بالك لو مداخل اربعة وينت اتنين في ثلاثة بوينت سبعة ستة نيتروجين دال اللي كان في الرياكتن خرجت في البرودل اللي كان في المستشعى بوينت سبعة ستة انا سبعة تزعة ناس نومبر اوف نومبر اوف مول طيب لو انا اقل لك في المسألة احنا استخدمنا اكسس اير او اكسس اكسجين ده معناه ايه ده معناه ان هو حصل كومبيت كومباشر طبعا بس هيبقى فيه في البرودل النسبة الزيادة من الاكسجين يعني مثلا لو استبدلنا ان نسبة اكسس اير كانت ربع او 25% ده معناه ان فيه 25% من نومبر اوف مولز 25% من نومبر اوف مولز بتاعت الاكسجين هتلاقيه زهرت في البرودل زي ما زهرت في المعدلة اللي قدامنا دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا